اشتركوا في القناة في كافة مسارات العمل الحكومي ناقش الاجتماع التحضيرات والاستعدادات لاستعياب وتسجيل الباحثين عن عمل الجدد والذين أنهوا دراستهم في المراحل الثانوية والجامعية وذلك لاتسهيل إدماجهم في سوق العمل وتلبية احتياجاتهم التدريبية بالتعاون مع صندوق العمل تمكين كما تم الإعلان عن تدشين النسخة الإلكترونية الجديدة لخدمة تسجيل الباحثين عن عمل وذلك بعد إعادة هندستها وتقديمها بطريقة أكثر سهولة ومرونة للمستفيدين وأشار سعادة الوزير إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة فرز الوظائف المتوفرة في بنك الشواغر حسب القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتواصل مع أصحاب العمل لتسريع تسكين هذه الشواغر بالخريجين المواطنين الباحثين عن عمل خاصة أن المنشآت يمكنها لطلاع على السير الذاتية للباحثين عن عمل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة واختيار احتياجاتهم من الموارد البشرية الوطنية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة